اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من اسئلة عن ايمان مع ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس اهلا وسهلا اهلا بك انتهينا او انهينا حديثنا في الحلقة الماضية عن الحرب والسلم وفي هذه الحلقة نتكلم عن علاقة الزواج علاقة الرجل المرأة في الاسلام وفي المسيحية ايضا قال السيد المسيح عليه السلام ليكن لكل واحد امرأته لانه من البد قلقهما ذكرا وانثا في الجعبة الكثير من الاسئلة على هذا الموضوع ما هي علاقة الرجل بالمرأة الزوج بالزوجة ما هي المراجع الاسلامية التي تستطيع ان تشاركها معنا عن مواقف الرسول وان كان فيه احاديث او تعليم تختص في هذا الامر امين بس في البداية احب اصحح قبل اصغير راس اتفضل تسمح لي اتفضل المسيح له المجد امين اه فا بالنسبة للزواج سيد المسيح قال كده ليكن لكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها نعم لانه من البدء خلقهما ذكرا وانثا نعم وقدس هذه العلاقة نعم ففي رسالة افاسوس مكتوب هذا السر عظيم نعم ومكتوب ايضا ليكن الزواج مقدسا والمطجع غير نجس فده تقديس الزواج سر مقدس في المسيحية لانه ارتباط بين اتنين فقط نعم حتى في الطلق لا يطلقه سمعتم انه قيل في القدماء اعطي كتاب طلق انه اردت ان تطلق امرأتك لكن السيد المسيح قال لهم ايه من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة يزني علاقة مقدسة نعم لا تنفصن وقال كده ما يجمعه الله لا يفرقه انسان نعم فقداسة العلاقة الزوجية هذا من ناحية في المسيحية انه بصوا بقى من ناحية الاسلامية معروف طبعا في الاية القرآنية اللي بتقول تزوجوا ما انا مش عايز اقول اللفظ يعني سمحني شيخاتر بمية والمية موجود قدام الكاميرا في القصدي قدام التلفزيونات عائلات وشبان وشبان وشبات فما بحب اش اقول الكلمة ديت شوية لكن كلمة الزواج يعني مسنى وسلاس ورباع وفوق كل ده ما ملكت ايمانكم يعني اي واحدة تقدر انك انت تسبيها وتاخدها وده بقى ملوش حدود يعني ملوش عدد وعلى وعلى ذلك في زواج المتعة اللي كانوا بيعملوهم على صفر في حج في معارك فيتزوج الوحدة ويديها اجرتها على الوقت اللي يقضيه اياه والاحاديث موجودة انه استمتع رسول الله واستمتعنا معه وايضا كان ساريا في عهد ابو بكر وبداية عهد عمر لكن عمر في اي مراجع كتابية لهذا الكلام التحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح البخاري الحقيقة اللي هي هزا تتناقش من واقع المراجع الاسلامية قضية على رأي المسأل يقول لك ايه الناس على دين ملوكهم او على دين انبيائهم بالاولى يعني نعم ففي مرجع في دروس قرآنية الجزء الثاني صفحة 832 سجل عمر ابن عفرة ما ذاع عن النبي عن النبي في زمانه قال قالوا ما لمحمد شغل الا التزوج لان بلغ عدد زوجات النبي محمد الزوجات اللي دخل بهن في وقت واحد مجموحهم تسعة في حين انه كان قال مسنى وسلاس وربع للناس لكن بالنسبة للنبي زي ما بيقوله المفسرين والشراح ان له امتياز خاص بتاع النبوة فيبقى متميز انه ياخد تسعة وفوق التسعة كان فيه سريات زي مريم القبطية وفوق ده كله نساء اخر وهبنا انفسهم انفسنا للرسول زي ميمونة وفوق ده كله عقد على نساء ولم يدخل بهن وخطب نساء ولم يدخل بهن وبلغ العدد حصرا من واقع المراجع اللي حد ما وصلت اليه دلوقتي يعني ستة وستين امرأة على زمة محمد منهم الزوجات الشرعيات منهم السراية منهم اللي عقد عليهم ما دخلش عليهم ومنهم اللي خطبهم ومنهم اللي وحبنا نفسهن لهم فعمر ابن عفرة كتب اللي اذيع عن الرسول في هذا المرجع الاسلامي ما لمحمد شغل الا التزوج وكان ده مدعاه ان يذكر الامام البخاري في صحيحه مرات كتيرة ما كان يردده البعض قائلين ان محمدا ليس له هم الا برضو الكلمة اللي انا ما بحبش اقولها يعني اللي هي معناها الزواج يعني ده كتاب الصيوطي المجلد الثالث صفحة 377 والحديث النبوي المذكور اللي قال فيه النبي حبب الي ثلاث النساء والطيب والطعام اين يوجد هذا الحديث؟ صحيح البخاري في صحيح البخاري موجود يعني موجود ويمكن يطلع عليه كل انسان يقدر يطلع عليه ويطلع من الانت يعني يجيب الاحاديث ويحط سيرش او ابحث يحط في هذه الكلمة حب بلي او النساء او اي حيطة وبعدين حيجي له السيرش كامل من جميع الكتب الاحاديث وليه هذا يعني كانت له قصص زواج متعددة وكل قصة انا بعتقد انها يعني قصة فريدة يعني نعم اه قصة غريبة تحب تعرف وتقدم للشاهدين حاجة مشاهدين حاجة نعم اعطينا امثلة عن هذا الامر الشائع والمعروف جدا هو من الكتب الاحاديث والسيرة النبوية اه زواجه هو طبعا الاول تزوج من خديجة قعد خمسة وعشرين سنة اه مع خديجة نعم لم يتزوج فوقها طيب فده كان شيء رائح نعم بعد ما مات خديجة تزوج صبية عندها ست سنوات لم يتزوجها الا في التاسعة ماشي 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 حاضر كتب عليها في السادسة ودخل بها في التاسعة وكتب عليها اي تزوجها مم ومن سن ستة لسن تسعة كان ما هو زي ما هو مذكور في الكتب السيرة كان بيمارس معها حاجة انا ما اقدرش ان انا اذكرها يعني ما اسمح لي يعني ان انا ما اقدرش اذكرها يعني يرجع اليها في الكتب وحيروها هي كانت ايه ذكره قبيحة على كل حالة يعني صعب ان احنا في قلب العائلات والأسر الالفاظ دي تتقالي يعني يمكن موجودة في الكتب واللي عايز يقرأ يقرأ يشوفها يعني يمكن بس مش اكيد موجود لا موجودة مليون المين اه موجودة نعم اه موجودة في صحيح البخاري هي نفسها قالت انت قلت يمكن لا يمكن يشوفها لانه جايز جدا الناس ما تحبش تشوف نعم انا بقول اللي يمكن على الشخص نعم مش على الكتب لكن كويس انك انت بتستدرك وفيه كتب بنت الشاطئ نساء النبي نعم ذكرى نساء النبي كلهم اللي هم التسعة وذكرى عيشة بالقصة بالكتب نعم اه فده ده شيء غريب قوي وعارف في 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 يوم ما دخل بها امها جابتها منين مهم لان فيه ناس بقول لنا ايه لا انتوا بتدركوا انتوا قولوا دلوقتي ست سنين بالليام بتاع دلوقتي وتسعة سنين لا ما تنسوش اللي هي كانت في بيئة بدوية وكانت يافعة وناضجة ما تقسوش بالمقاييس دلوقتي تسعة سنوات يافعة وناضجة هم يعني اللي بيعطرت بيقول كده مهم فبقول له طيب السيرة النبوية تقول ان يوم دخلتها وهي عندها تسعة سنين امها شلتها من على المرجحة وجابتها له ومسحت له الشاب مية ووضعتها في حجره طيب يافعة امها شلتها من على المرجحة مبارزة بالحراب كان بيشيلها على كتافه عشان تتفرج فهتبقى يافعة وتتفرج مش قادرة تشوفها ده ما يثبت طبعا يعني وضع بيقولوني ده كان شائع انا بكلم ناس في البلتوك لما بنقعد في الروم فناس كتير بيرد عليه بقول لها ده كان شائع ومش عارف مين خد برضه بلتا عندها سبع سنين ومش عارف ايه شائع اقول لهم ماشي شائع شائع وخطأ من الناس ولكن رسول من الله يصحح الخطأ ولا ينغمس فيه فكمل اول انه هو دي الكتب بتقول كده انا احنا مناش داخل بحاجة هي قراءتنا في الكتب هل لك من مثال اخر اه مثال انا بعتبره مثال صارخ بصراحة وهو مذكور في سورة الاحزاب بالذات زواجه من زينب بنت جحش وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارث وتحكي كتب السيرة وتحكي ايضا سير امهات المؤمنين تحكي عائشة عبد الرحمن ايضا في كتابها ان النبي راح يزور ابنه زيد ابن حارث فالباب بتاع البيت بتاعها شعر فالهوى طير الشعر فرآها انبي محمد شبه عليها فشغل بها وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب فلما جيه زيد قالت له ان النبي كان موجود قال لها طب ما كانش انتقلش ليه قال لها دا حصل كذا كذا وقال المقلب القلوب فرح له قال له اتريدها يا رسول الله قال لها امسك عليك كذا وضيك ونزلت الايات بقى الغاء البنوة البنوية من الاسلام كليتا عشان خاطر ما يبقاش يجاوز بمرتيب ما بالتبن نعم الغاء البنوية وكل واحد يتسمى باسم ابو ونزلت آية تانية انه يجاوزها اه صورة في الصورة الاحزاب ازاي انت بتخفي ما وضعه الله فيك وفي البالتوك برضو بيقولولنا لا الله هو اللي حط الحاجات دي في قلبه الله ايه و احنا يعني هو الله هو اللي بيحط الشهوة ده الله بيقوللك من نظر الى امرأة لي اشتهيها فقد زنى بها في قلبه يبحن لمس ربنا تهمة يبقى له اشتهيها وشغل قلبه بها ونزلت الآية وطلقت البت من جزها واتجوزها ويعني الوضع يعني هذه ما تقوله الكتب هذه نعم ما تقوله الكتب بس انا بحط عليه علامة استفهام وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضحونا برد منطقي ويريح مخنا ان لا دا كان كده علشان كده وعشان كده وعشان كده ردود منطقي شيء يسعبني نعم اما بقى قصص زواجه من اخريات فشيء غريب هل لديك اي قصص ايجابية ايجابية انه كويس يعني فيها نعم بالزواجه اه طبعا فيه 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 علاقته بالعائشة تحكي عائشة نعم اسرار اسرار علاقتها الخاصة مع النبي محمد انه ازاي كان بيلعبوا اياها ويداعبها وتداعبه وازاي كان ويستحموا فتشت واحد ويرموا بعض بالمية اه مش بقول عشان خطر الضحك لكن دي حاجات مكتوبة في كتاب اللي هي بشرية النبي فيه علاقته مع مين فيه علاقته مع زوجاته وخباحتك فيه يعني فيه علاقات محبة كبيرة يعني حتى نفسه لما كان مرتبط بعائشة كتير قوي لدرجة الزوجات كلهم غاروا من الموقف فقال لهم لأ هي عائشة يعني دي بنت ابو بكر ما تنسوش لكن انا مش ده قصدي بقى قصدي على قصص اخرى بمنتهى صراحة بتحط علامات استفهام قد الاستوديو مثلا كان لما بيشوف وحدها حلوة فلازم تبقى بتاعته للدرجة انه كان فيه له واحد من الصحابة اسمه دحيا الكلبي وكانوا راجعين من غزوة بني المصطلق وفي غزوة بني المصطلق خدوا السباية ووزعوها فطلعت واحدة اسمها صفية بنت حيي من نصيب دحيا الكلبي نعم فبعد ما خدها ومشي جولوا ناس قالوا دحيا ازاي ازاي صفية دي تروح لدحيا ده طليق بيك جميلة وادهش جدا بصراحة كإنسان قارئ يعني نعم ادهش جدا انه بدل ما يقولهم لأ عيب اصبحت من نصيب وخلاص لأ راح جابها من دحيا ودخل عليها في نفس اليوم مهم اللي تقتل فيها جزه كانوا يهود بني المصطلق نعم وابوها وعمها واخوها يا سادر ولن تنضي مدة العدة الشرعية لكن في نفس اليوم دي بتحط قدام عيني علامات استفهام كبيرة قد يكون هناك سر انا لا افهمه يحل الموقف ولهذا اتمنى ان احدا من فاضل المشايخ يتعطف ويعلن ويبين ويطلعوا لنا كتب ويقولوا لنا او في التلفزيون او كده يقولنا لأ الكلام ده مش سليم يا ريت بنتمنى ان احنا نسمع الرأي الاخر بكل مصر نفس الشيء يا عزيز الفاضل تكرر معها واحدة اسمها جورية بنت الحارس كانت من نصيب سابت ابن قيس كانت من نصيب سابت ابن قيس نعم فهي ما عجبتها ما عجبهاش سابت فقدرت تخلع وراحت لبيت الرسول شافتها عيشها واتكهربت ده كتب السيرة بتقول كده كتاب عيش عبد الرحمن بيقول كده اتكهربت وغارت منها لجمالها وقالت في نفسها لابد انها تقع من الرسول مثل ما وقعت فيها يعني حيوبها بجمالها وقعت كان سمع كانت بتتردد انها تدخلها لما تدخلهاش فسمع فطلع فقال لها ايه في ايه قالت له انا وقعت من نصيب سابت ابن قيس وانا عايزها ادفعله ويفقني بس انا اسيرة وما عنديش حاجة ادفق بها فقال لها ما تخافيش انا حفقك وانا حاخدك وفكها واخدها قصة ساكبة يعني بتخلي للقارئ الكتب دي موجودة بس ما حدش بقرأ موجودة فلازم تظهر على الصورة لان العقل لازم يشوف يعني ايه اللي بيؤمن بيه وايه اللي بيتبعه ويه اللي بيعيشه قصة ثالثة واحد برضو من الصحابة كانوا في غزوة فزارها فسبى بنت اسمها الفتاة الفزارية مش مذكور اسمها فقبلوا في السوق سمع عنها فقبلوا في السوق فقال له كيف حال الفزارية قال له صدقني يا رسول الله فتاة جميلة وانا لم استطع ان اكشفها قال له ارسلها لي قال الجدع ما فهمش تاني يوم حصل نفس الشيء ارسلها لي ما فهمش تالت يوم الوقت تنبه فارسلها لي الفتاة الفزارية فالحاجات دي تبدي علامات استفهام كبيرة قوي عن مثل هذا التصرف طب هل ده يعني ممكن الناس تعمل كده او تقلت كده ده السؤال شيء غريب ده زاد عن كده زاد عن كده بصراحة يعني حاجة غريبة يعني في صورة الاحزاب الاية اللي بتقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي تهبوا نفسها للرسول وما هذا الاعتراض على هذا الكلام اي تهب نفسها للرسول ان الكلمة اللي انا ما بحبش اقولها كذا ان كذا خالصة من دون المؤمنين لكي لا يكون عليه حرج اي امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول نعم حتى لو كنت متجوزة لا متجوزة طبعا لا طب فين فين الاستثناء في الاي شو ممكن دي عامات الاستفاة كبيرة مثلا ايضا ايضا ايام ما تزوج زينب انتجحش لما نزلت الاية بزواجها قالت له لما نزلت الاية دي ونزلت الاية بزواجه من زينب فقالت له ايه ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هوك هو بتنزله ايه كلمة كلمة كبيرة ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هوك فالاوضاع تجد بتخلي الانسان يفكر ليه العملية ازاي تيجي كده يعني نعم وقرأت شيء عجيب في كتاب الطبقات لابن سعد مه شيء عجيب حديث يقولك لم يمت العيشة بتقول لم يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا وقد احل له جميع النساء يا ساتر طبقات لابن سعد جزء ثمانية هذا كتاب موجود اه هو تسع اجزاء تامن جزء اسمه ايه مرتنة الطبقات الكبرى لابن سعد جزء ثمانية نعم ومتوفر متواجد ممكن اطلاع عليه من قبل اي انسان الا اذا كان بقى يعني مرة كنت بكلم مع اخ صديق ليه في المواضيع دي فقال لي طب ما ادم دي كتب موجودة في المكتبات المفروض انهم هما يحطوا يفطى على الكتب دي ويقولوا ايه ممنوع البيع لمن يريد ان يفهم ما في هذه الكتب لكن اللي مش عايز يفهم اللي في الكتب ياخده يشتريه ويحطه في بيته بركة كده لكن ممنوع بيعها لمن يريد ان يفهم طبعا وطع صعب مهو يعني الكتب موجودة وفيها الحاجات دي لكن انا عارف ان الغالبية العظمى من الشعب لا يقرؤون وان قرؤوا لا يفهمون وان فهموا يتجهلون سمعنا الكثير عن هذا الموضوع بالنسبة لموقف الاسلام خلال مدة الثلاث دقائق القادمة ماذا يقول السيد المسيح في هذا الأمر السيد المسيح قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ليه تلوس فكرو الداخلي الخطيئة مش بس الفعل الخطيئة في الفكر في الحركة الداخلية فالمفروض تقديس الانسان من داخل وهنا الارتباط بالله اقول له رب من فضلك دع روحك يطهرني يغيرني يشبعني بيك والنفس الشبعانة تدوس العسل النفس لانها جائعة كل مر حر لها لأن الانسان من الشبعان بربنا فالمسيح يبتطل الانسان ان يتسامى بان يأخذ روح الله في داخله يطهر قلبه وحياته ويسمو به فوق الدناية والشعوات ويصبح هنا الزواج مقدسا والمضجع غير نجس ولكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها نعم لانه من البدء خلقهما ذكرا وانسا ويعيش الانسان في سلام في امان في طمأنينة في سعادة مع شريكة حياته الواحدة فده المسيح لازل ارتفع وسمى بالطبيعة البشرية وإن دهنا الامكانية بسياريت كل واحد يطلب من المسيح ان هو يشبع قلبه ويغير حياته وعند اذن ينال حياة مقدسة في المسيح يسوع امين لقد ادركنا الوقت مرة اخرى ونكتفي بهذا القدر ولنا لقاء معكم في حلقة اخرى شكرا اعزائي المشاهدين لقد سمعنا الكثير عن مواقف الاسلام مع المرأة اشياء لم اكن اعرفها انا شخصيا وهي مستجدة اليه وعقلي يرفض هذه الاشياء ولا اقبلها لانها غير طيبة واذكر ما قالها الرسول بولوس ايها الاخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن ان كانت فضيلة وان كان مدح ففي هذه افتكروا نرحب باسئلتكم جميعا ان كان لديك اي استثار نحن نرحب باسئلتكم وان اردت الحصول على نسخة مجانية من كتاب مقدس فيسرنا ان نرسلها اليكم الان ترون على الشاشة المواقع والعناوين للاتصال بالقمص زكريا بطرس او بالاتصال بنا شكرا لكم واللقاء في الحلقة الاخيرة في الحلقة القادمة ان شاء الله شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة